في يوم من أيام الشتاء القاسية وقفت الصغيرة تبيع أعواد الكبريت أبيع الكبريت الجيد لدي كبريت جيد ثمنها رخيص جدا أبيع الكبريت ألا تسألونني كم ثمنهم؟ إنه رخيص وجيد لدي كبريت اشتروا مني أرشوكم اشتروا مني أرشوكم سيدي ألا تريد كبريت؟ لم تتوقف الصغيرة بل تابعت تنادي على أعواد الكبريت أعواد كبريت جيدة إنها رخيصة الثمن أنا بائعة الكبريت الصغيرة اشتروا مني أرشوكم اشتروا مني هيا يا سادة لا أحد يريد جراء الكبريت الكبريت الرخيص هيا اشتروا هيا اشتروا تريدون الكبريت؟ البرد شديد في الخارج والدفء هنا مضاعف دفء الموقف ودفء الأسرة أدام الله هذه السعادة فهي كنز لمن يعرف كيف يصونها اشتروا الكبريت أرجوكم ألم يشتري أحدكم مني الكبريت اشتروا الكبريت أرجوكم اشتروا الكبريت يجاد البرد يجمد عظامي وأطرافي ساعدني يا رب موقض فيه نار أين جدتي جدتي وتذكرت أحلام أيام السعادة والدفء الماضية جدتي ما أدفأ حظنك يا جدتي وما أرواعك يا صغيرة جدتي هل ستحكين لي حكاية تطلب كما كانت أمها تطلب من قبل جدتي كانها مكان في قديم الزمان كانت هناك فتاة صغيرة ماذا صغيرة؟ هل كانت هذه الفتاة كبيرة وعمرها أكبر من عمري أم كانت أصغر؟ كانت صغيرة ولطيفة وجميلة ورائعة في مثل عمورك يا أحلام وكانت هذه الفتاة تحب جدتها التي تجلسها على حظنها الدافئ لتروي لها حكاية جميلة قبل النوم صحيح؟ بلى كان جمالها غير عادي صفاء السماء في عينيها التين تلمعاني كالنجوم شعرها كخيوط الشمس وصوتها أجمل من تغريد البلابل كانت الجدة اللطيفة تروي دائما قصصها الجميلة التي تنتهي غالبا هكذا هل السعادة لا توجد إلا في الحكايات؟ تعال يا أحلام منظر إلى السماء سترين نجوما براقة وأخرى شاحبة هكذا الناس بعضهم براق ويعيش في سعادة والآخر حياته ألم لكن النجم يبقى نجما عاليا ولا يتأثر سواء أكان براقا أم كان شاحبة أليس صحيحا ما أقول يا جدتي؟ بلى يا صغيرتي ستصبحين حكيمة عندما تكبرين وتصيرين في عمر جدتك عندما توفيت أمك واضطر والدك إلى السفر لم يعود لي هم سوى تربيتك وتعليمك كانت وصيتها لي قبل وفاتها اهتمي بأحلام أطعميها واسقها علميها وفعلي وفعلي خفت في بداية الأمر ولكن حب لك كان أقوام كل شيء في هذه الدنيا فحب الإنسان لولده كبير ولولا أهل ما عاش الإنسان على وجه الأرض فالبغد والكراه يتحرق الإنسان أجل لا أدري لماذا يطلب الناس بعضهم بعضا لقد خلقهم الله ليعيشوا معا ويساعد كل منهم الآخر في السماء نجوم ولو كان واحدا لم استطع أن يضيء السماء مهما كانت قوة ضوءه لا يقاس بضوء النجوم مجتمعا وكذلك الإنسان لا يستطيع التخلي عن أخيه الإنسان نعم لقد فهمت لكن هذه الأيام السعيدة الدافئة لم تدم طويلا جدتي انهضي انهضي أرجوك حفظتك الصغيرة أحلام تناديك ماتت الجدة وبقيت أحلام وحيدة جدتي ألم تملي من هذا الجلوس سيدي هيا انهضي بعد أن ماتت جدتها بدأت الأيام القاسية في حياة أحلام لا تعودي إلى المنزل ومعك عود واحد عليك أن تبيعيها كلها هيا عود الكبريت جميلة ورائعة رائعة إنه كبريت جيد لا أرى أحدا في هذا المكان الوطر شديد يا رب ماذا أفعل لم أستطع بيع حزمة واحدة ولن أستطيع العودة إلى المنزل وهي معي ماذا أفعل ألا يحتاج سييني إلى شراء الكبريت الحمد لله لم تبتل أنا بائعة الكبريت ألا تحتاجون إلى الكبريت أعطيني حزمة ها؟ تفضل سيدي هذا كثير لا أيتها الفتاة الطيبة لكنها نقود كثيرة جدا أنا بائعة كبريت ولست متسولة ولا أستطيع أن أخذ أكثر من ثمنها ومن قال لك إنني لن أخذ جميع الكبريت بهذه النقود كلها يا صغيرتي ستأخذ الكبريت بكله؟ هل ستفتح معملا للكبريت؟ لقد اشتريتها كلها كي تذهب إلى منزلك ولا تبيع الكبريت في مثل هذا الجو البارد شكرا لك تفضل اشتريتها وأعيدها هدية إليك أرجو أن تقبل هديتي ها؟ أراك بخير يا ابنتي أشكرك يا سيدي أنت كريم جدا إلى لقاء تابعت أحلام بيع أعواد الكبريت في تلك الأيام الشديدة البرودة مشت طويلا فوق الثلج وتحت المطر وفي وجه الريح وكل أملها أن تبيع ما معها من كبريت لا تضربني يا سيدي ضرب الرجل أحلام في تلك الليلة ورمى بها خارج المنزل وبقيت أحلام حيدة في هذا العالم البارد اسمعي أياتها الغبية لقد أدخلتك لأمنحك فرصتك الأخيرة للعيش في هذا المنزل وهي أن تبيعي كل الكبريت وإلا ولكن لن أستطيع فالمرد قارسا وحذائي وهل علي أن أشتري لك الأحذية أيضا؟ ألا يكفي أنني أطعمك؟ هذا البسيه بسرعة كان هذا حذاء والدتها وقد كان قديما جدا وكبيرا جدا ولكنه مع ذلك أفضل من لا شيء خرجت أحلام إلى الشارع البارد لتبيع الكبريت من جديد تبيع الكبريت من جديد تشتروا الكبريت أيها السادة إنه كبريت جيد أنا أبيع الكبريت هيا تعالوا أيها السادة ألن يشتري الكبريت أحدا منكم؟ ألن يشتري الكبريت أحدا منكم؟ اشتروا اشتروا كبريت إنه رخيص الثمن لماذا لا تشترون؟ معي أعواض الكبريت الكبريت ترجمة نانسي قنقر ألن يشتري الكبريت أعلن الكبريت أنا أبيع أعواض الكبريت من يشتري؟ هيا يا سادة لماذا لا يشتري أحد منكم؟ لماذا لا يشتري أحد؟ اشتري أرجوكم اشتري أرجوكم ثمنها رخيص جدا أرجوكم 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 كانت الفتاة البائسة تشعر بالبرد الشديد ولم تستطع أن تحرك أطرافها التي جمدها الصقيع أما أعواد الثقاب فهي على حالها لقد حل الظلام ولم أستطع بيع شيء من الكبرين وإذا عدت إلى المنزل وأنا في هذه الحال فإن العقابة الشديدة ينتظرني من دون شك ماذا علي أن أفعل؟ كيف سأتصرف؟ كيف سأعود؟ إذا أشعلت عود الكبريت هذا فإنه سيدفئني قليلا سأنال عقابا شديدا إذا أشعلت لا بأس بواحد واحد إنها تشعر إنها تشعر اشتركوا في القناة 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 جدتي 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 هيا اشتركوا في القناة جدتي ماذا تريدين اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة